موسيقى موسيقى مشروع في المجال التنموي وخاصة في مجال التعليم بس ما كنتش عارفة بتدي منين لان انا ما عنيش اي خبرة في المجال التطوعي لحد ما يوم كنت في منطقة الفستات في معرض افلام اللاجئين وجالي تلاتة من اطفال الشوارع طلبوا مني فلوس فتحت شنطتي شنطة عربيتي لقيت شنط مدارس كنت المفروض هتبرع بيهم ادت الاطفال شنط المدارس جالي بعدها راجل كان اسمه محمود طلب تلات شنط لبناته وقتها ما كانش معايا فوعدت ان انا هجيله تاني يوم جيت له تاني يوم وديت له الشنط وعرفت ان بناته خرجوا من التعليم لانه مقدرش يتفعلوا مبلغ بسيط قوي قررت ساعتها ان انا ابحث في الموضوع ولو فعلا ثبت صحيته ان انا اساعد محمود بس فكرت انه اكيد في حالات كتير قوي زي محمود محتاجة لمساعدة فقررت ان انا حاول اوصل للحالات دي وابتدي ان انا ادعمهم مديا وفي ظهر في تقريبا 3 او 4 شهور ووصلوا 135 حالة ودي كانت بداية تعلمني ابتديت بعد كده علشان اخد الموضوع خطوة تانية او اكبره كوانت فريق اللي هو جامعي محمد فوزي وعمر السلانيكلي ومحمد رائف كل دول بيساعدوك في المشروع او كلكم بتنسلوا دعم للمشروع ده تمام جمعنا احنا الاربعة عشان ناخد الموضوع تاني ناخد فيه بعمق يمكن محمد يحب يعلق على الموضوع ده وابتدينا كمان ان احنا نؤسس مؤسسة خيرية اللي هي مؤسسة تليدة علشان لو كل واحد فينا عنده مشاريع تانية نقدر من خلال المؤسسة دي ان احنا نهاء يعني دي بداية دي كانت بداية دي كانت بداية طب ياسمين كلمتنا الفكرة جات ازاي انا عايزة بس اتعرف على الجايزة انتو تقدمتوا بالمشروع وحصلتوا مع اكتر من مشروع اخر على الجايزة دي لانه من المشروعات الحقيقة المهمة جدا لخدمة المجتمع تكلمنا عن الجايزة ما فيش هي اشوكة هي منظمة بتساعد المبدعين الاجتماعيين اللي هم عايزين يغيروا في بلدهم او في المجتمع بتاعهم ومنتهى البساطة هم عملوا مسابقة اسمها عين وطلبوا من الناس اللي بتبتدي افكار جديدة او اللي عندها افكار شغالة ان هم يقدموا زي بروبوزل للمشروع فبعتنا الورق بتاعنا والتصميم بتاع المشروع بتاعنا والخطوات بتاعتنا وصلنا لايه فنقوا ستة مشاريع من كل المتقدمين يعني ستة وصلوا للفاينل والستة دول اتصفوا اتعمل مؤتمر وكل واحد راح عمل زي خطبة وبرزنتيشن على المشروع بتاعه وكان فيه تقريبا متين واحد في المكان يعني بيتم تصويت على افضل المشروع كل ناس صوتت واحنا ناس صوتوا المشروع بتاعنا وحنا كسبنا المشروع وهو الجايزة مش مادية ولا اعلامية ولا حاجة زي كده هذا الجايزة منطقة البساطة ان احنا هنعمل مؤتمر تاني والمؤتمر ده هنعزم فيه ناس ليهم خبرة في التعليم اكتر شوية ومهتمين بالتعليم بحيث انهم يساعدوننا نطور المشروع بتاعنا ويبقى يعني فيه تنمية مستدامة اكتر في مشروع انتو وصلتوا بقى في المشروع لايه يعني انتو مقدمتوا المشروع كنتوا حطين خطوات او ناس مستهدفة ان انتو بتخدموهم في مشروع علمني وصلتوا فيه لحد فين دلوقتي من وقت ما اعرضتوا المشروع لحد دلوقتي وصلتوا فيه لحد فين احنا لما اعرضنا المشروع كنا وصلين ان احنا معانا 135 طفل لما دخلينهم المدرسة جايبين لهم شونة مدارس كل مستلزمات الدراسية دي كانت الخطوة الاولى مشكلتهم ايه المتسربين لو جتي كلمتينها دلوقتي وقلتي الاسباب الرئيسية انه عندنا اعداد من المتسربين مشكلتهم ايه هل مثلا الاهل بيشوفوا ان اطفالهم ممكن يخوضوا مجال العمل مثلا فيبقوا باب للرزق للأسرة هو كذا يعني اولا فيه جانب مادي لانه في المناطق دي الأسر فيها اكتر من طفل فممكن اربعة خمسة احنا شفنا الحد 11 في اسرة اندى 11 طفل فلما يبقى عدد الاطفال كتير كل سنة مع المصاريف دي بالنسبة الاهالي بتمثل عب الجانب التاني ان فيه اهالي مش مقدرة ايمة التعليم او فايدته بيبعثوا ولادهم يشتغلوا مثلا يلموا كمامة او الحاجات دي ياخدوا كل يوم 20-30 جنيه يرجع وخلاص وهو بالنسبة له كده الطفل بيساهم في مصاريف البيت وفي نفس الوقت هو مش حاسس بايمة التعليم فابتدينا ان احنا نشيل من عليهم العبء المادي وفي نفس الوقت ان احنا نتكلم مع الاهالي نحاول نوعيهم شوية بفايدة التعليم وده بين بعد ما كذا مرة بددينا نروح المناطق اللي احنا شغالين عليها منها منطقة الدائري انه الاهالي نفسها ابتدت تقبل على الموضوع ابتدوا لو عندهم مشاكل مادية يتكلموا هما الاول كانت بالنسبة له الموضوع قرامة ما نقدرش نتكلم في الماديات يبتدوا ان هما يلتفتوا لأهمية التعليم يبتدوا يقولنا لو عندهم مشاكل بيكلموا معنا فيها وبالسبب ده ان احنا قدرنا نوصل الى 135 طفل في فترة بيتمصلوا لهم ازاي يعني ازاي بتحددوا مثلا العدد ده او في المكان الفلاني في عدد معين من الاطفال المتساربين فيه احنا في كل منطقة بيقاب فيه زي ما تقولي زي مدرس كبير او يعني شيخ حارة او يعني حد الناس بتبصله او يعني هو عنده المعلومات دي كلها احنا في واحد فعلا في منطقة دائرة اسم استاذ حسين وده هو اللي ساعدنا ان هو يلملنا الحالات واكتبنانا تقريرنا عن الحالات ونقابلهم وانتو بتروحوا تزوروهم في البيت احنا بروحوا تزوروهم في البيت او بنفهم الحالة بتاعتهم عاملة ازاي وحالاتهم الاجتماعية عاملة ازاي هو بعدين بدي اخد من وقتكو كتير ان انتو بتشتغل وانتو متخرجين انا بتشتغل اه 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 وبقيت الوقت بتاعكو الفادي بتكرسو ان انتو تروحوا وتزوروا الاهالي وتقنعوهم ان هما يدخلوا ولادهم وازاي اهمية التعليم مش بس كده احنا الموضوع موقفش بس ان احنا دخلنا الناس المدارس لانه في الاطفال في عندهم مشاكل في شخصيتهم كتير جدا زي ايه؟ زي مثلا هو مش عارف هو عايز يعمليه في حياته يعني قيمه مش واضحة بالنسباله ما عندوش مبدأ ان هو يخدم الناس اللي حواليه ويخدم المجتمع اللي حواليه ما عندوش مبدأ المبادرة عايش في الانفايرمنت او في البيئة اللي هي بتقول له انت ضحية وخلاص مقدمكش اي فرص تانية فاحنا بنعلمهم بتخرجهم للمجتمع بنخرجهم من المجتمع بالظلط من خلال حاجات بسيطة يعني بنعلمهم رسم بنعلمهم شغل خشب شغل سجاد مواهب حرفية يعني لو حاستون احد عندو موهبة ممكن ان انتوا تساعدوه برضو فيها حتى لو ما عندوش الموهبة دي هم التركيز كله انت تطلعي عند الناس دي طاقة انتجية عشان المدرسة هي بتعلموا الاكاديميات لكن ما بتفجرش طاقته الانتجية او ان هو يبقى انسان خلاق او ان احنا نلاقي فنان فيهم او ان احنا نلاقي حد فيهم رياضي فاحنا بنحاول نقوّل حتة دي جام بنساعد المدرسة ان احنا نقوّل نقوّل هل في فئة عمرية معينة مستهدفة اكتر عندكو؟ اوه هي الفئة اللي هي تقريبا من 8 سنين لحد 14 سنة اللي هي فئة اللي بتدعي من أولى لستة بتدعي دول اللي انتوا بتشتغلوا عليهم اكتر اوه لان احنا كل ما بنشتغل عليهم من سن افضر كل ما بيبقى التأثير فيهم اكتر طب هل في مؤسسات او جهات معينة بتسندكو في مشروعكو؟ يعني واضح ان مجهودكو كبير قوي بس اكيد في جهات معينة انتوا بتنتظروا منهم بعض المساندة لو في حاجة حابين ان انتوا تقولوها دلوقتي قبل ما نختم فقرتنا؟ والله احنا محتاجين مساعدة من من وزارة التعليم ان هما يدون دفع في المناطق التعليمية نحن بنشتغل فيها حتى لو قدرنا نوصل ان احنا نقدر نقابل موديل المنطقة التعليمية في المناطق في المناطق اللي نحن بنشتغل فيها دي حاجة تاني حاجة احنا بنحاول نبني زي مركز في منطقة الدائري دي المركز دي بقى فيه مكتبة وبنعلم ناس فيه رسم وبنعلم فيه بنعمل فيه مجمع تقوير الأطفال القصص دي كلها فالتصريح والتكاليف والقصص والحاجات دي كلها برضو احنا محتاجين مساعدة من الحي بتاع الدائري ان احنا نقدر ربن حاجة زي كده واضح ياسمين ان انتوا محتاجين كمان دعم وتبرعات احنا عايزين نوجه دعوة لكل اللي بيشاهدنا دلوقتي وحابب ان هو يتواصل معاكو سواء بمجهود سواء بتبرعات اي نوع من الخدمات ممكن ان هو يقدمها لكو يتواصل معانا من خلال طعم البيوت واحنا هنوصلكو بمحمد فوزي وياسمين هلال اللي بنشكركو جدا حقيقي على مشروعكو الجميل وبنتمنى يكون فيه مشاريع اخرى تقدموا فيها مجهوداتكو شكرا ميك شكرا مشاهدينا بنخرج ايضا دلوقتي في فاصل ونرجع نكمل شكرا